اشتركوا في القناة جللته رعاه الله عن شكره وتقديره لأخيه أمير دولة قطر الشقيقة على هذه الدعوة الكريمة متمني أن جللته للقمة الخليجية القادمة النجاح والتوفيق في استكمال البناء على ما تحقق وما حققه مجلس التعاون من إنجازات مباركة في مختلف المجالات وبما يدعم والجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين دول المجلس ترجمة نانسي قنقر